بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل ربط البرنامج في شبكة داخلية الجزء الرغم طيب احنا كنا قولا ان احنا الفيديو ده هنبدأ من جهاز تاني مع لهوش Visual Studio والعليق SQL والعلى اي حاجة خالص وهنسطابه كأنه هو جهاز العميل وده سيرفر ولكن في حاجة مهمة جدا نسيناها حاجة بسيطة جدا في شاشة اللوجن لما ندوس هنا في اي حطة فاضي ونخش في حدث الفورم لود هنلاقي الدلالة بتاعت كريت داتابيز اللي احنا كنا عملنا في القسم اللي فات اللي كانت وصبتها انها بتانشئ قاعدة البيانات اثناء تنصيب البرنامج ده قلنا في حالة لو انا بسطة بالبرنامج على جهاز واحد بس فاحنا دلوقتي مش محتاجينها طبعا هندوس كريت كمين ونعمل يعني هنعمل عملية بلد من اول وجديد بس كده وطبعا اه كل اللي احنا هنعمله ان احنا هننقل بعد ما يتعمل عملية بلد هننقل البرنامج على الجهاز تاني وطبعا زي ما وضحنا قبل كده عدينا هنكون فتحين الجهاز او قاعدة البيانات الاساسية والنحية التانية نكون مشغالين برنامج وهنشوف التأثير اللي هيحصل هنقسم الشاشة دلوقتي نصين عشان نشوف الجهازين الحقيقيين جنب بعض وهنجرب على جدول اللي هو الستوك بس عاوزين بلد يخلص طيب كده خلاص تمام البلد خلص المفروض ان احنا هناخد البرنامج ده كده على فلاشة ونوديه على الجهاز التاني ونجرب طبعا احنا دلوقتي هنسبت هنا على السيكيولي سيرفر ونوقف الفيديو وننقل على الجهاز تاني طيب جماعة احنا دلوقتي نقلنا على جهاز تاني زي ما انتم شايفين كده ده جهاز مفاصل مش يعني مش جهاز واهمين جوه لونت لأ ده جهاز ثاني مفاصل اللي هو موجود في نص الشاشة اليمين واللي موجود في نص الشاشة الشمال ده الجهاز الرئيسي بتاعنا طبعا الجهاز ده مش عليه سيرفر اسكيول ولا حاجة طبعا احنا نقلنا البرنامج بالفولدر بتاعه اهو زي ما احنا شايفين هنستابه بسرعة كده تمام طبعا عملية تنسيب سهلة وزي ما احنا شايفين قولنا قبل كده ان هنا دلوقتي مفيش اسكيول لسيرفر لان انا مش محتاج ان انا آآ احطه جهاز لان انا بتصل على جهاز تاني طيب قادي البرنامج تنصب اهو هنبدأ دلوقتي ان احنا نفتحه طبعا ده الطبيعي خالص وهنبدأ ان احنا نعمل اعداد الربط بالشبكة طيب نركز كده مع بعض يا جماعة دلوقتي انا عندي لو نفتكر مع بعض كده احنا كنا قلنا اسم السيرفر اسم السيرفر انا هجيبه منين عندنا كزا اختيار يعني خلينا نبص في مصر الشاشة الشمال كده عندنا اسم السيرفر اهو عادي دلوقتي اهو اسم السيرفر ممكن اكتب ده او الحل التاني ان انا اكتب اسم الجهاز بتاعي بس يعني انا قلت قبل كده ان انا اسم الجهاز بتاعي اللي هو باد يوزر تمام طيب انت عاوز تعرف اسم الجهاز بتاعك اسم الجهاز ده افضل حل ان انت بتدوس هنا على زيز بي سي كليكي مين بروبرتز هيجيب لك هنا اسم الجهاز بتاعك طيب ليه اسم الجهاز يا جماعة زي ما احنا قلنا نعمل بس اتصال هنا مرة تانية ليه اسم الجهاز يعني انا دلوقتي الجهاز اللي هو على اليمين ده دلوقتي اه المفروض ان ده جهاز جوه الشبكة تمام فان عاوز اقول له اوصل للسيرفر الرئيسي. طب السيرفر الرئيسي ده موجود على الجهاز اللي اسمه تمام? اهو. حلو او. اسم قاعد البيان بتاعتي اسم المستخدم بتاعي قد من الباسورد واحدين تلاتة. طيب حلو. هنعمل حفظ. عندنا دلوقتي حكيتين يا اما ممكن يشتغل اما ما يشتغلش طيب. لو انا جيت اجرب وما اشتغلش يبقى لعب منين اسم السيرفر اعمل هنا فاصلة او كمى زي ما بيقولوا واكتب هنا اربعتاشر تلاتة وتلاتين جنب اسم السيرفر يعني مش سيميكولوم فاصلة صغيرة اوي. طب ليه يا جماعة ان انا بقول له ان هتروح لي على اسم الجهاز على البرت ده على المنفذ ده يعني نخش لي على المنفذ ده على طول ونعمل كده حفظ. ونجرب ان احنا نعمل اه دخول. طبعا البرنامج اللي هو المفروض ان هو هيفتح اللوقتي. طيب. البرنامج يا جماعة المفروض ان هو فتح اهو. تمام? طيب. عاوزين بقى نشوف مسلا اضافة خزنة. جدول اللي احنا كنا اه فتحينه احنا ممكن نقفل ده. ونفتح جدول من اول تاني. المفروض دلوقتي ان احنا هنضيف البيانات في الجهاز اللي في اليمين. والمفروض ان هي تسمع في قاعدة البيانات اللي قدامكم دي في لحظة. طيب احنا عاوزين نتأكد ان احنا دخلين بنفس السيرفر. او بنفس اليوزر اللي هو قد من واحدين تلاتة. نجيب هنا تاني. طيب يا جماعة انا اضلقتي لو جيت مسلا اضيف اقول. خزنة اضافة اللي تم الادخال بنجاح. طيب. نجيب هنا جدول الستوك داتا. اسف. مفروض هنا جدول الستوك داتا ولا يسل الستوك. اللي هو بيانات الخزنات انا نسيت. طيب. عندنا خزنة رقم واحد الخزنة الرئاسية الخزنة اتنين اللي هي الخزنة اتنين. طيب. عاوزين نضيف مسلا نقول خزنة تلاتة اهو في لحظات. نركز تاني الجهاز اللي في نص الشاشة اليمين ده. جهاز حقيقي. وانا بسجل فيديو هنا وهنا في نفس الوقت واسم الشاشة نصين عشان تشوف طيب. نرفل الجدول الافتاح تاني في لحظتها الكلام اللي انا بقوله ده. لايف وما فيش اي منتجها ولا فيها اصقصها في الفيديو. تمام? فانا دلوقت اهو. طيب دلوقت اهو. زي ما احنا شايفين كده الخزنة الرئاسية خزنة اتنين خزنة تالي. جيت مسلا مساحة الخزنة الرئاسية. هم? هعمل رفليش تاني او رفليش ان انا بقفله وبفتاح تاني. اهو. فالخزنة رئاسية مساحة. طيب. كده احنا نجحنا ان احنا اتصل الجهاز بالبرنامج بتاعنا على اكتر من جهاز تاني. طيب. دلوقتي في حاجة مهمة جدا. اي جهاز على الشبكة عشان يتصل عشان يتصل بالبرنامج عندي لازم ادخله نفس بيانات الاتصال. يعني انا عندي جهاز رئيسي اللي هو سيرفر اللي هو ناحية الشمال ده جماعة اللي هو فيه قاعدة البيانات. انا بسطة طبع على جهاز السيرفر قاعدة البيانات كاملة. وبنعمل الخطوات اللي احنا قلنا عليها الرول والا 14 تلاتة وتلاتين والكلام اللي احنا قلنا في الفيديوهات السابق. تمام. باجي بقى على اي جهاز عادي تاني مش لازم يبقى لي اسك يقول لي سيرفر خالص. انا كل ما انا بعمله. بدخل اسم السيرفر. اسم السيرفر ده اللي هو اسم الجهاز الرئيسي بتاعي. يعني انا عندي جهاز رئيسي في الشبكة. باخد اسمه. بعمل كمى بكتب اربعتاشر تلاتة وتلاتين. اللي هو اسم البورت او اسم المنفذ اللي انا عاوز اخش له. بكتب اسم قاعدة البيانات بتاعتي. اسم المستخدم بتاعي اللي هو ادمن الباسورد بتاعي اللي هو واحدة تلاتة. طيب. نجرب كده مسلا لو عملت غلط في اسم المستخدم مسلا كده. اهو. كده اسم المستخدم غلط. طيب ونغير في اسم السيرفر برضو. هدينا غيرنا البيانات اهو. ونشوف يا ترى كده ايه اللي هيحصل لو فيه حرف واحد بس كده تغير. فبيقول لي ان تمام? تويوزر اللي هو هو مش لاقي. يعني هو دخل على السيرفر اللي هو اسمه مش لاقيه. فانا همسحه. وهاجي هنا امسح حرف الان. اهو. اعمل حفز. بس كده قال لي تم الحفز. طيب يا جماعة كده احنا خلصنا الجهاز وزيفة الجهاز اللي هو على اليمين اللي هو الجهاز التاني. طبعا انت في الشبكة عندك لو في عشر عشرين تلاتين اربعين. اي عدد اجهزة بتوصله بنفس الطريقة. اي جهاز من الاجهزة دي هيحصل له مشكلة هيعتل مش هيقصر على بقية الاجهزة. ولكن الجهاز السيرفر الرئيسي اللي هو على الشمال ده. تمام? اللي هو في قاعد البيانات دي. لو حصل له اي حاجة او الجهاز زطفة بقية الاجهزة مش هتشتغل. ليه? ان الاجهزة ما عندهاش قاعد البيانات. الاجهزة كل اللي بتعمله ان هي بتاكسز على قاعد البيانات. وزي ما احنا قلنا اي حاجة بنضيفها هنا. في جهاز العميل بتسمع في جهاز السيرفر في ساعتها. طبعا قلنا ده بينفع في العادات والسوبر ماركت والكلام ده. هنرجع تاني للجهاز الرئيسي بتاعنا. عشان آآ نقول كده ملخص سريع ونقول كم نصيحة قبل ما نقفل الجزء دي. طيب يا جماعة. كده نكون احنا رجعنا تاني للجهاز الرئيسي بتاعنا. والكود الرئيسي بتاعنا. عاوزين نلخص بسرعة كده اهم الخطوات اللي احنا عملناها. عشان ما تحسش بلغبطها. وقلنا عملنا شاشة جديدة اسمها سيرفر سيتنج. خدنا منها اسم السيرفر وقاعد البيانات واسم المستخدم والباسورد. تاني خطوة عملناها ان احنا روحنا في وبدل ما كان اسم السيرفر ده ثابت قلنا له لا انت هتجيبه من المتغير اللي المستخدم هيعمله هنا. طبعا خزننا المتغير في البربرتز والكلام ده انتو يعني سهل عارفينه تمام. ونفس الكلام بالنسبة للا اسم قاعد البيانات واليوزر نيم والباسورد وغيرنا وقلنا هنخلي هنا وقلنا ان احنا هنا اي تاني جوه البرنامج هنغيرها بنفس الطريقة واي ده اللي جواها اسم السيرفر والكلام ده هنحط فيها المتغيرات طبعا الكلام ده احنا قضحناه. كده خلصنا الجزء الخاص بالكود هنا بنيجي هنا ندوس ده اللي احنا عملناه في القسم اللي فات بس كده وخلاص شكرا وقلنا ان احنا بنيجي هنا بنشيل بس هنا بيقوله ان احنا لأ مش عاوزك تسطب لي طبعا حاجة كده بسيطة سريعة ان انت بتيجي هنا اه بتقوله شل الاسكي اه اسكريبت ده ان انت خلاص ما بقيتش عاوزه بتدوس عليه كليك يمين وتدلته من هنا طبعا برضو نفس الكلام الفونتات المفروض ان هي تبقى هنا احنا هنا شايلينها بس مش مشكلة انت المفروض توحطها طيب كده خلصنا الجزء الخاص بالبرمجة مش هنعمل في حاجة تاني الكلام الباقي ان انت بتيجي على الجهاز الرئيسي عند العميل نركز الجهاز الرئيسي ده بيبقى اسمه السيرفر بتسطب علي الاسكي يقول لسيرفر كامل نسخة كاملة زي اللي قدام دي مش بتسطب مش بتسطب له زي ما احنا عملنا في القسم اللي فات النسخة اللي هي الصغيرة الخفيفة اللي هو ما بيشوفهاش لا النسخة دي بتبقى كبيرة وانت كمبرمج انت اللي بتعملها له بنفسك لان هو مش يعرف يعملها تمام بتسطب النسخة زي كده بتعمل قتاش لقاعدة البيانات وشرحنا ازاي تعمل قتاش? بعد كده بتبدأ ان انت تعمل هنا اه او جديد وتدي له صلاحيات الوصول على القاعدة البيانات دي تمام? بعد كده قلنا بتفتح تمام? طبعا الكلام ده بينطبق على الفين وسبعتاشر ستاشر اربعتاشر اتناشر الفين وتماني كله بنفس السيستم. بتيجي هنا زي ما احنا قلنا كده في في النيتورك وتيجي هنا بتخلي دي لو هي بنت بتخليها وبعد كده بتدي له رقم البورت بتاعك. ورقم البورت ده زي ما احنا قلنا اللي هو اربعتاشر تلاتة وتلاتين الرقم ده بيبضل سابت معك جماعة. ده منفز الاتصال. اخر خطوة بتعملها ان انت بتيجي في الفاير رول. تمام? بتيجي هنا في بتعمل آآ رول جديدة او قاعدة جديدة انت بتقول له اللي احنا لسه عاملينها دي. بتقول له نوعها بورت وبتدي له هنا رقم البورت اللي هو اربعتاشر اربعتاشر تلاتة وتلاتين. وبس كده. بتعمل بقى او بتعمل آآ و لما بتيجي تشغل برنامج وتودي البرنامج على جهاز العميل زي ما احنا شفنا على الجهاز التاني من شوية آآ كل الحكاية ان الشاشة وهي بتفتح زي ما احنا هنشوف دلوقتي بتدي له اسم السيرفر اسم السيرفر تاني. بنجيب من الاخر كده عشان تريح دماغك اسم السيرفر بتجيب اسم الجهاز بتاعك انت بس زي كده. تمام? اه. فانت بتقول له بيقول لك اسم السيرفر هتجيب له اسم الجهاز بتاعك بتجيبه من هنا. اسم الجهاز بتاعك لو انت مش عارف تجيبه. بتدوس كليك يمين بروبرتز بيجيب لك اسم الجهاز بتاعه. طيب نبطر انت مش عارف تجيب اسم الجهاز بتاعك. هتشوف الحاجة اللي انت بتكونكت بيها. يعني مسلا زي ما احنا كنا قولنا قبل كده. انت بتكونكت مسلا بيه دي. اه هتروح جايب الخطأ كوبي. واحططها هنا. الحاجة اللي انت بتكونكت بيها. اسم قاعد البيانات ده طبعا يعني اه معروفة. تمام? انا قد من واحد من ثلاثة. اهو. بتجيبه برضو كوبي. بعد كده عندك اسم المستخدم اللي هو انت انشأته اصلا بعد كده عندك الباسورد. وكنا قولنا فيه عشان تخلي يقبل حكاية بتيجي هنا عند تقوله خليها لسيرفر يعني يعمل لي بينهم. بعد كده بتيجي عندي وتقوله خليها لقلاو. عشان تخلي الاجهزة التانية تتصل بيه. وده ملخص سريع لامر الخطوات. وزي ما قلنا الخطوات دي بتفضل ثابتة. اي برنامج عاوز تعمله على شبكة داخلية بتعمله بنفس الكلام ده. ومش لازم يكون في انترنت موجود. لازم يكون في شبكة ولكن مش نت. يعني ممكن يكون آآ سلك نت كده متوصل بكل الاجهزة عن طريق بسيط كده. اقدر اعمل فيه الكلام ده كل. آآ طبعا انا شايف ان الموضوع سهل ومفوش اي مشكلة ولكن انت لو يقابلك اي مشاكل غالبا بتوقف اسم السيرفر والاتصال والكلام ده كله. فانت يا ريت ترجع الخطوات دي وتمشي عليها بالتحديد عشان ما يحصلش اي مشكلة. واللي عنده اي مشكلة يبعتها كسكينشوت وهنحاول نحلها ان شاء الله.